اهلا بكم في مجرد رأي ضيفتنا اليوم مذيعة لبنانية ومقدمة برامج وصحفية ومنتجة في ام بي سي وممثلة اهلا بك رأي ممثلة كيف يعني ممثلة؟ ممثلة بينقال عليك ان انت ممثلة عن جد؟ اه بسي بي بتاعك موجود ان انت ممثلة يعني منيح ان شاء الله يكون عندي موهبة بالتمثيل مش مش من مثلة يعني عملت ادوار صوتية بس ما بحيات لمثلت بشي ما بتحب التمثيل؟ انا بلاقي انه مهنة تقديم البرامج عكس التمثيل كليا بالتمثيل يجب ان تكون حدا تاني ونجاح مقدمة برامج هي انه تكون هي ايه ما بعرف اذا عندي موهبة بالتمثيل طب رأي ليه بس ال ام بي سي؟ ليش لا انه اكبر محطة بالوطن العربي بلشت معهم ضليت معهم نجحت برامجي وبعدها مستمرة على المحطة طبعا اكيد ام بي سي عيت ام بي سي لبيت بدأت حياتك المهنية من لبنان كموذيعة ليه ما كملتش في لبنان هل كان في موانع او في حاجة منعيتك ان انت تكملي مسيرتك في لبنان او يكون عندك اعمال في لبنان طبعا اتقلت لدراسات ببريطانيا وبعدين رحت ادروس ببريطانيا وكان بدي اقعد بلندن وكان لازم يعني تضل بلندن لازم لقى وظيفة تانية طبعا اقدم الطلب واخدونا بالم بي سي متحبليش ترجع لبنان او متحبش تعملي حاجة في لبنان لو لقيت الدعم المناسب كنا نصور كل مواسم عرب سكتار كنا نصورهم بلبنان بس انا ارجع لبنان لعيش لا حياتي كمليت بطريقة مختلفة من تزوجت ايطاليا عشت ببريطانيا اعتبر هلأ من أوريجن لبنانية ما اعتبر لبنانية لبنانية عشت اكتريت حياتي يعني انت بريطانية اكتر من لبنانية عشت أكتر ببريطانيا من ما عشت بأي مطرح يعني بقى يعني يعني نمط حياتك المختلف ما برجع لبنان لا ما بظن طيب أرى بقى أنت الموسم القادم هيكون في باسم يوسف مكان صح علي جابر ايش مكانه او هيكون موجود وعلي جابر مش هيكون موجود معنا صح طيب برأيك باسم يوسف هيكون تواجده في البرنامج أفضل من علي جابر أنا بقول أنه باسم يوسف بدل أحمد حلمي لأنه كوميدي وكوميدي ورح نشتاق له كتير لأحمد حلمي لأنه كان حاطدها الجو الرائع لكن أحمد دسم الله عليه عنده نشاطات كتير ما بفتكر جدول عماله سمح له أنه يشترك بها الموسم وعلي عنده ظروف شخصية كنا حبينا يكون معنا بالموسم بس ظروفه شخصية ألف سلام علي إن شاء الله تانكيو وباسم ترندي في الوقت الناس كتير متحمسين له هو هو شخص جداً جداً وبفتكر رح يجيب النكهة اللذيذة كتير على البرنامج مش بس مع الحكام معي كمان لأن أنا ويهة عندنا كتير كميستري وبفتكر رح يصير معنا أنا بحب كتير باسميش أنا كتير بحبه وشفته كنا سوا على تيارة بلوس أنجلس رجعين أنا رجعة من الأوسكار وهو عايش بلوس أنجلس وحكينا عن هالشي واتفقنا أنه يمكن يصير هيك مواقف لذيذة لكن أنا تتكلم مدهجاً عن جد باسم ستكون مدهجز بيغالتالين وحسيت لما تم الإعلان أخيراً أنا عارفة صلى زمان أنه رح يكون عضو باللجنة الناس كتير تحمسوا وهاشي عم بيعطي هيكي جود فيب للموسم الجديد بتفضلي باسم يوسيف أو علي قابر ما بلقيهم واحد بدل التالي بأي شخصي أنا مثلاً بحب أحمد حلمي وبحب نكوة كرم بس ممكن بميل أكتر لأحمد حلمي. لا أعتقد لألي باسم ريبليس عالي. أنا يعني لو كان عالي متواجد كانوا صاروا أربعة. لو كان عالي في يكون معنا بالموسم كانوا صاروا أربعة بقى. لا أرى أحد أو الآخر. وبفتكر إذا فيه موسم تاني سنرجع نشوف عالي أو يمكن نرجع نشوف أحمد. مثل ما عم نرجع نشوف ناصر القصب برجع ندم للجنة. وصلنا أربع خمس مواسم ما كان معنا. بقى هيدا هو بفتكر كمان الستايل تبع برنامج مثل قد تالنت بيغيروا بيغيروا اللجنة. وكل موسم رح يكون عنده نكهة. وكل واحد بيضيف نكهة. بس بفادي كان عم تعم تسألني إنه مين بتفضلي من ولادك يعني إنه بالنسبة إلي كل واحد منه نجيب نكهة كتير حلوة للبرنامج. ما عندي التفضيل. وبعد ما صورت مع باسم ما في نقول يمكن لحبه. لسه ما خطوش تجربة نعم. بس أكيد رح حبه. ريا سكوب من أهم إنجازاتك ونجاحاتك في مسيرتك المهنية. ممكن نشوف ريا في فيلم أو بطولة فيلم؟ بيسألوني هالسؤال دايما. بس متل ما قلتلك بأول الانتربيو مني أكيد إنه عندي موهبة بالتمثيل. بس متل ما بجاوي بدايما إذا ستيفن سبيلبرغ بيحكينا على التليفان وبيقلي تعالي مسلة بيفيل. مين أنا تقول لا. وبيفتكر هيك إنه مؤخرا عم فكر إنه يمكن. بس هل عندي موهبة بالتمثيل؟ بقلك بعد ما بكون جربت يعني. بس إنه التمثيل غير موهبة كليا من الموهبة اللي أنا بعتبر عندي إياها. نعم. بيعرف بالوطن العربي كله إنه بيمسله وبيغنه وبيرقصه وكل شي متعدلية المواهب. بس أنا بحب إنه نعمل شي ونعمله منيح. أكيد. زي نجاحك في الصحافة والإعلام والانتربيو. إن شاء الله. طيب. رأي أنت قدوة الناس كتير؟ شكرا. مين قدوتك؟ كتير ناس. كتير ناس عنده هيك شدة الإعجاب لهم. بس يعني مش شخص معين بس نوع من الأشخاص. يعني مثلا. بمعنى؟ لما أشتغل مع شؤون اللاجئين بيحكوا عني إنه أنت سفيرة النوايا الحسنة ونفخة ومواعظ شو. وأنا ما بحب حدا حتى يسموني سفيرة نوايا حسنة يعني. لأنه مش أنا اللي عم بعمل الشغل. يعني عم بعمل الشغل هن الناس اللي أنا كدوة بالنسبة إليه هن الناس. بيروحوا بالمخيمات بيساعدوا الناس بيكونوا بيكونوا معهم كل يوم بيشتغلوا كل حياتهم مهوسين إنه يساعدوا هالناس. ما أحبت تكون دور من الأدوار دي. بس ما فينا أنا كبابليك فيجر يكون دور من الأدوار دي. تقلك يعني نكتب تضحك أول مرة نزلت على مخيمات وناطرين التين طبعي. أنا تفاجأوا لي ليش 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 ليس لبسي ميك أب مثلا. وأنا تفاجأت كيف تفاجأوا. بس بعدين شفت إنه البابليك فيجر بيجوا مع الميك أب. إنه ما ما بلاقي فيه تعاكس كله بين بين واحد يكون مشهور. والواحد يساعدوا بيقولوا إنه بيزقفوا له لأنه أنت مشهور وعم بتساعد. إنه منيوم التعمله هو تساعد. لذلك عندك شوية مشاكل مع هالمواصفات. تداخل يعني. إنه أنه سفيرة نوايا حسنة. وما بعرف شو تايتلز و تايتلز. دي مشكلة في المسمى ولا مشكلة في. إنه ما بدي تايتلز بها الموضوع الخاص. يعني بحب كون سفيرة براند أمباسدور. هذا مختلف يعني. أكيد. بس سفيرة نوايا حسنة. ما بحب إنه ينفخونه فيه. إنت شو سفير. إنه ما في مارت إليه يعني ما في. بس ممكن تعملي ده بش بدون بدون إعلام. اكزاكي. لازم نعمل ده بدون إعلام. بدون إعلام. المشكلة إذا إذا منعمله بدون إعلام ما فينا ننشر الخبر أو المساعدات بطريقة. بينك وبين نفسك يعني. ما هاي. بقى مشارك عند شوية مشاكل معنوية معها. رأيك في توقه الإعلام لقضايا التحريض مثلا بين الرجل والمرأة. أنا أكيد بسانية كل شيء اسمه تحرير ومرأة. تحريض. 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 يعني. تمكين المرأة. مش يعني عم نحردها ضد الرجل. عم نساعدها. إنه هي تكون تعمل الأفضل يلي عندها. وأنا بآمن بهالشي كليا. بس ممكن بينفاهم بطريقة غلط. من شخص للتاني أو من مرأة. في كتير سوء تفاهم بهالأيام يعني. في كتير سوء تفاهم بس إنه بآمن بالبك بكتر. إنه لأ المرأة والست خاصة عندنا بالوطن العربي. لازم نمكنها. لازم نعطيها إمكانيات إنه تختار هي مصيرة بالحياة. هذا هو الطريق بس الموجود اليوم غير هذا. لكن يجب أن تكون لديه الأفضل. يجب أن تكون لديه الأفضل بعض الأفضل. خاصة بموضوع تمكن المرأة بالوطن العربي. يجب أن نطول بالنا عليها ونعطيها الإمكانيات التي يجب أن تعيش فيها. طب لو أقولي الإعلاميين كلمة. تحريد ضد أو معا. لا يوجد شيء يسمى تحريد. يوجد تحرير. يجب أن يكون هناك تحرير. نتمنى أن يكون هناك تحرير. بس اللي حاصل اليوم هو انتقل من تحرير لتحرير. كلمة للإعلاميين طيب. كلمة شو إنه نصيحة. كل واحد عنده نجاحه. كل واحد عنده مكانته بالعلم الإعلامي. كل واحد عنده بسمة. ما بلاقي حالة يجب أن أعطي نصيحة. أعطي نصيحة لإعلاميين جديد. النصيحة الوحيدة والتي يكررها دائما هي الإجتهاد والشغل والمثابرة. وكمان التحرير. أن النجاح لا يأتي بسين من. ولكن بالشرط الغلط يكون. وما يفوتوا بالإعلام لينجحوا. يفوتوا بالإعلام لشغف الإعلام وشغف المضمون. النجاح يأتي بسين من. يفوتوا بالإعلام وشغف المضمون.